شيء تاني شيء غير مسبوقة تاني غير مسبوقة سيدنا محمد شريف بيكلمك على شبكة الصرف والتعديلات الممكن تتم من جهات المعنية اللي هي تقوم بهذا الدور وده الأمر لازم تدخل بجد مش ممكن كل خمس تيام عشر تيام في مثل هذه الأيام من كل سنة نلاقي ثلاثة أربع ربما يمكن خمس ست مرات اسكنديرا تتعرض لهذه الموجة وأيضا شوارعها وعربياتهم وبيوتهم وحلهم والدنيا تتوقف ويبعدهم أزمة في اسكنديريا الموضوع محتاج بجد تدخل لازم يتشاف حاجة فكرة خارج الصندوق فكرة تانية أكيد محافظات العالم كلها اللي بيحصل فيها ليل ونهار يا جماعة في عواصم وفي دول أمطار لا تنقطع ليل ونهار مش ساعة وساعتين ليل ونهار مطرة شغالة طب دول عاملين شبكة إزاي عشان تواجه كميات الأمطار عشرين ضعف اللي بينزل عندنا احنا منزلتش عندنا مطرة احنا بلد أصلا غير مطيرة ده احنا يا دوب اللي بينزله شوية بتندع الدول اللي برا يقولك اللي في باسل دي شوية بتندع شوية ما عندناش مطرة ما نقولش على ده مطرة ولا دي مفيش عندنا حاجة ده هم يا دوب مرة ولا مرتين في السنة وكل سنة وحلاكوا طيبين ياريت عندنا أمطار طول السنة ما كانش ده حالنا وبلدنا كلها صحراء وما كناش محتاجين اي حاجة ياريت ادي المطرة اللي عندنا اما نغرأ بشوية مطرة بينزله علينا يبقى الامر يستحق ان احنا نشوف طبعا هيقولك طبعا محتاجين عشرات صح محتاجين عشرات طيب هنسيب اهالي اسكندرية كده نسيبهم كده حتى لو ساعة او ساعتين او ثلاث ساعات او الناس قاعدة في العربات مش عارفة تتحرك لعرف ينزل ولان هو كمان ينزل خايف ما عمدت الكهرباء لعمدت المعظامها عريانا فلا قدر الله مسك كهرابي مسك مية كل اللي في المنطقة بعض الشر يموتوا طب احنا بنعمل ايه النهاردة ده امر كمان لازم ماينفعش كل سنة نفضل نقول الكلام ماينفعش كل سنة نفضل نقول الحقو ماينفتعش كل سنة نقول الحقونا يا جماعة تاني طب ما لازم عندي خطة السنة اللي فاتت اللي قابلها السنة دي النهاردة بكرة نقعد و نعرف ما اللازم يجر في اسكندرية ليه كلنا مش عارفين نشوف حال الاسكندرية ازا احنا النهاردة بنعمل شبكات حديثة ما نعمل ايه المش ايه المسألة محتاجة ايه اسكندرية احصل الله ايه لو عملنا الشبكات هتأثر ازاي هنحفر تاني في الشوارع يعني محتاجة طبعا افكار تاني بقول خارج الصندوق خلاص طبعا اسكندرية والاعداد والعمارات والابراج واللي تبنى والمشاكل الضخمة اللي عملت في سنوات طويلة جدا ليه هدور في المأساة ليه هدور في المأساة دور رئيسي ما لو انا عندي الاعداد اللي كانت قبل كده وما عندي زيادات ولا سكان كتير كان ممكن شبكة الميا الصرف تاخد الميا اللي بتنسل لكن لما تاخد الكيميات ومش قادرة تستوعب الى كيميات محددة هيحصلت كل شوية كده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر